موسيقى مساء الخير عليكو ازايكو عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وسعادة وراحة بال النهاردة برنامج فتفضة عامل لكو حلقة فتفضة صافي من غير اي ضيوف ومن غير اي ازعاج لحضرتكم هنتكلم معاكم وليكم وموضوع النهاردة هيكون عن الفرق بين التضحية والتنازل ولو فكرنا سواني كده هتلاقيكو بتقولوا وبينكو وبين نفسكو ايه مفيش فرق ما انا بضحي يعني بتنازل صح اللي بيضحي بيتنازل بس عارفين الفرق الوحيد بين التضحية والتنازل انا بضحي بقرطي بضحي عشان احصل على حاجة اعلى زي مثلا انا بضحي مثلا ان انا وجوزي نعيش في مستوى مادي اقل من اللي داخلنا ممكن يخلينا نعيش به علشان احاوش واعمل مشروع للمستقبل ولولادنا انا بضحي انه جوزي عصب شوية بس هو كمان مخلص ومؤدب وزوء وفي حاجات كتير حلوة تخلينا ضحي انا بضحي بعمري كله عشان بس عيش جنب راجل يستاهل وربي ولاد يبقوا وجهة مشرفة انا بضحي بتعبي سواء في البيت او سواء في شغلي عشان في الاخر الزرعة بتاعتي تبقى مسمرة انا بضحي مع صديقتي ان انا مرات كتير ممكن جدا تشغلني عن بيتي وجوزي علشان لما انا كمان بحتاج لها بلاقيها في ظهري التضحية دايما فعل بتاخد بي رد فعل حاجة احسن لكن ايه بقى التنازل انا لما بتنازل بضحي بكرمتي تنازل غصب عني ومش عشان اخد حاجة احسن لا 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 تنازل غصب عني عشان انا اجبرت عليه عشان انا لو ما عملتش نفسي متسامحة وانا قصد كلمة ما عملتش نفسي فيش حد بيسامح في الخيانة لا بسهولة ولا من غير شروط واقول لكم يعني ايه شروط مش يعني يكتب لي فيلا وعربية خالص بتنازل عن كرمتي علشان البيت ما يتخربش انا ست متوضعة الجمال شايفة نفسي وعلى فكرة ممكن ما تبقاش كده خالص شايفة نفسي ما عنديش شغل ما عنديش دخل ما عنديش طاقة وجهد ما عنديش امكانيات نفسية ومادية ربي ولادي فانا مضطرة تنازل عن كرمتي لكن لو جيت وخيرتوها مش هترضى تتنازل ابدا استحيل انا بتنازل ان واحدة تاني بتيجي تشاركني جوزي عشان انا ما عنديش حل تاني وقت حد اوحدة بيبقى عندها حل تاني وجوزها يتجوز وتفضل معاه الا يعني نصف المية عشان نبقى منصفين ان الكل قعدة شواز اكتر واحدة واكتر نسبة اول ما جوزها بيتجوز بتسيبه تمشي لو هي قادرة تصرف على ولادها وعندها بيت وفي مرات كتير قوي بيبقى لعندهم دخل ولا بيت ولا كرير ولا شهادة ولا مستوى جمال ومعها تلات اربع عيال وعارفة ان هي ملهاش مستقبل في الجواز ما حدش يتجوز باربع عيال امكانياتها لا تسمح بدا ومع ذلك ما بتقدرش تستعد لما بتنازل بتنازل لصحبتي مثلا انها بتزعق فيها او بتهني قدام الناس او 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 علشان ايه علشان انا ليه شغل معاها ليه مصلحة بتخلصها لي عشان ما عندي صحبة غيرها فانا دايما في التنازل مغبرة لكن في التضحية انا مخيرة التضحية بتجيب لك حاجة احسن وبتتنازل عن حاجة انا شايفها حتى لو شكلها اكبر لكن هي اقل ايه يعني لما تزيني اربع خمس سنين بس اعمل وديعة محترمة تسطر ولادي لما يجبروا في جوازهم ايه يعني لما امسك على نفسي وبدل ما انا دخلة بمروحتين يبقى عندي مروحتين وتكيفين واجيب شقة بالاست عشان ابني لما يجبر يلاقي مكان يتجاوز فيه دي تضحيات ممتعة لانك بتبني فيها لكن التنازلات بتهد فيك حاجة وهي قرمتك وكبريائك فبتبتدي تتنازلي ايه يعني لما بيجبني من شعري مهجوزي وعصبي ولازم استحمله طب عيني في عينك كده يعني انت لو عندك دخل وبيت لا انت هتستحملي ولا هو هيجرق يعمل كده معاك تخيالي فكري كده بالراحة ومش هتلاقي كل المبررات اللي بنقعد نقولها اصله تعصب اصل المصاريف اصل ضغط البيت انا ما بقولش ما تستحملوش انا ضد الطلاق لاخر نفس تفضلي تجهدي لاخر نفس حتى لو هعلمه كأنه بيبي على فكرة بسهنن كده حلو 3 ا 4 سنين تجي علمه يتكلم ازاي مش عيب يتعامل معايا ازاي مش عيب يمكن ما تعملش مع ستاته ما عندوش خبرات يمكن البيئة اللي هو اتربى فيها ما فهاش حد نصحه ازاي تتعامل مع امراتك او ايه هي حقوقها مش عيب ان احنا نصحح لبعض بس ده امتى لما يبقى فيه بزرة امل لما يبقى فيه بزرة امل لما يبقى فيه ايه يعني ايه بزرة امل يعني اول حاجة يكن بيستجيب معاك يعني مثلا انا باجه اقول له ايه بص انا بحبك قوي قوي بس انت ضربتني مثلا بالقلم انا ست مقدرش هستحمل ده ولو قررتها انا حطر رمشي وانا بحبك لو هو عندو بزرة كويسة ومصر يحتفظ بيك هيسمع كلامك انا بحبك قوي بس انت لما بتتكلم بصوت عاري قدام حد بتحرجني بس انت لما بتشتمني قدام ولادي انا مش عارفة ربيهم بس انت لما ما بتهتمش بيه بحس ان فيه حاجة نقصاني يبتدي يتغير ده في بزرة امل عارفة الجي بي اس طول ما انت ماشية كده بالعربية بتبقي بص على الموبايل بتعرفي امتى انك ماشية صح لما تبتدي الدقيقة تقل يعني قربتي توصالي صح؟ الراجل كده بالزبط لو لقيت كل سنة بيتغير فيه حاجة انت بطلة لو لقيت الجي بي اس بتاعه كل ما ده هو احسن مش ثابت زي ما هو او اسوأ يبقى انت صحي صح ان انا تنازل عن حاجات مسموح بيها ده قمة الركي لكن ان انا تنازل عن قرمتي وانا اقدر احافظ على قرمتي على فكرة ومن غير مخرب البيت يعني انا حتى لو عايز اربي ولادي مع الراجل ده او مش عشان ولادي عشان انا بحبه فعايز اعيش معاه فحفضل اصحح واصحح بس المهم اتعرفي الطريق وده اللي احنا جهلين فيه مع احترامي للجميع احنا عندنا جهل امتى اقدر امشي في الطريق الصح لما فهمه فيه راجل ييجي بالاكلة الحلوة وفيه راجل ييجي بالضحكة الحلوة وفيه راجل ييجي بالكلمة الحلوة وفيه راجل ييجي بمعاملة امه الحلوة وفيه راجل ييجي لما تهتمي بنفسك قوي وفيه راجل ييجي لما انت تبيني له ان انت متضايقة من غير ما تتلفظي او تعلي صوتك او تغضب وتاخدي هدومك وتمشي وتسبيه ده وده وده مختلفين بس انت طريقتك تبقى واحدة اللي هي ايه اعرف المدخل ايه وابتجي اشتغل عليه انا عايز اسألكوا سؤال احنا ليه كستات احنا ليه كستات قبل الجواز بنعمل يعني قصارى جهدنا علشان ايه علشان بس يحبنا ويرضى علينا ويجي يتجوزنا انا بهذر طبعا بس ببقى مهتمة بمظهري ببقى عايزة بقى ملفتة بالنسبة له ان انا ست شيك وجميلة وبتكلم كويس ومتربية والفاظي حلوة وبعرف اتعامل مع الناس وطيبة واحنينة وحعمل اهله حلو وانص ان احنا تجوزنا اركن بقى هو كده وزا كان عجبك ومش لازم تقوليها احنا كلنا غالبيتنا بيعملها اركن وزا كان عجبك دي تتقال امتى لما يرجع يلاقي بيتك مش نضيف لما يرجع يلاقي ولاده لابسين لبس مبهدل لما يرجع يلاقي بناته شعرون منكوش لما يرجع يلاقي ولاده قاعدين بيلعبه وحضرتك مش مهتمة انهم يذكروا لما يرجع يلاقي ولاده بيلعبه في الشارع وحضرتك قاعدة مسكها الموبايل لما يرجع ما يلاقيش اكل وحضرتك متبختيش عشان تتوله النهار بتتكلمي في الموبايل او قاعدة على الانترنت او قاعدة عند الجيران او قاعدة في النادي قاعدة في اي حتة غير انك قاعدة بتعمليله حاجة عشان لما يرجع يتبسط لما يلاقي اكل يتبسط طبعا مين بييجي فيه نقدة انا كست لما بروح بيتي مثلا ولاقي مثلا ماما عندي ربنادي اصحة عاملة اكل او انا عندي اكل مثلا او انا مجهزة اكل بابا فرحانة قوي يعني خلاص لو جي لقلب مش متوضب ده اللي هيضايقه طبعا جربي انت كده بس ده الناس اللي ايه اللي مهتمة قوي بالنظافة ما بتحسيش لما تقومي تمسحي الشقة او تجيبي الشغالة كده زي ما احنا بنقول جبت الشغالة شارتلي الشقة من فوق لتحت ما بتحسيش براحة نفسية تخيلي بقى لما يخش يلاقيك مولع عود بخور او رشة معتر في الجو او مسح الارض كده بالشرشوبة دي ما بتاخدش عشر دقيق على فكرة مسح الارض بالشرشوبة بمية بياسمين داخل شايفك شكلك مهندم وجميل والجمال على فكرة لو درجة جمالك ايه الراجل بيتعود عليها الجمال اللي بيفضل في ايه الجمال اللي بيفضل مش في الشكل في الطبع في التعامل حقولها بالبلدي في نظافتك قدامه وخلينا نطلع فاصل كده وارجع اكمل لكم واستنوني ومستنية تليفوناتكو في الارقام اللي ظهر على الشاشة في برنامج فاتفضة مع ولي فاصل وانا عمد وارجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وهنكمل كلامنا ونقول اه يرجع يلاقي شكلك مهندم ده هيسيده جدا مش بس شكلك شكلك والبرفان بتاعك على فكرة فيه برفانات ممكن تتعامل لحده 50 جنيه رشة كده مش هتعمل حاجة في الحياة الغالية قوي بس هتسعيده قوي هتحسسه باهتمامك طيب معانا نورة من الجيزة مساء الخير نورة رحتي فين مساء الخير طب رجعي لنا تانية نورة الاتصال تقطع يرجع يلاقي ليه ركن يعط فيه مش الدنيا مبهدلة شنط المدرسة طبعا احنا بدأنا الدراسة شنط المدرسة وكشاكل واول ما يدخل ما بالشقة ابنك عمل وبنتك قالت ولا دخلتك جم وعلى فكرة ما امتك كلمتني النهاردة خليه ياخد نفسه حاول ياخد نفسه وياخد حمام ويلبس بجامته وياكل لقمته مش كده برضه حتقولي ما انا مضغوطة والله العظيمة عنديك حق بس انت مضغوطة ومش في المود وزمانك دلوقتي بديكوا بالنفسك بتقولي لي ايه يا ريئة ما انت عشان ريئة والله ما فيها حد في الدنيا ريئ بس انت عارفة انت مضغوط على تضغطي اكتر لما يقولي الكلمة سخيفة او تقلب خلاقة ويمدي ايده ممكن تتطلقي او يبقى كاره يرجع البيت على فكرة في ستات بتعرف تخلي جزها يقول لها انت اللي يقعد معاك ما يروحش الشغل والله العظيم قدام عيني وفي ستات ينهر سود وانا هروح دلوقتي يعمل هذا نهرها وضع القهوة على ما تنام هروح بقى البوز على فكرة حتى لو بيعمل غلطات متعالجهاش بالبوز على الجهة بالدلع تعرفوا تتدلعو بصوا انا مش عارفة اقولها لكم ازاي بس لما واحدة بتيجي تتعرف على واحد بتبقى قمة في الرقة والانوسة يعني احنا بنعرف اهم ولما بتتخذ بي بتقولي اللي بتحسيه وبتاكلي بالشوكة والسكينة وعلى فكرة ده مهمة قوي ان انا ناكل قدام جوزي بشكل لائق حتى لو مش همسك شوكة وسكينة بلاش هلاغوص في الطبق كده واقول ده واخد علي والله العظيم بياخدوا عليكو بس بيبص على فلانة على الانترنت على التيك توك وهي بتاكل كده وبتعمل ريفيو او متخلنها في بيتها كده ومش في بيتها كده خالص بولي تبصي بتاكل بتراطيف سوابع اللي عندي بتحط العشر على فكرة دي تقلتلي من حد كان بيشتكي من مراته بتحط العشر سوابع في الطبق وهي بتاكل حاجة مقرفة والله العظيم حاجة مقرفة حاجات صغيرة بتضيع قنصتي خالص انت ممكن تخدي منه عينه ومش عينه يعني فلوسه يعني حنيته ودلعه ورقته معاكي لما انت تبقيه انسة قدامه عارفة زي ايه بالزبط اللي بيبقى ميت مجوع لو جيبتيله هندويتش فول هيبقى بالنسبة له طحفة والشابعين لو جيبتيله خروف والله ما هيقدر يمدي ايده انت تقدري تشبعي جوزك حنية ورقة حتى لو متجوزة بقى لك عشر خمستاشر سنة وليك وكده نظام البيوت كلها سماعا صوتكو بتشتموا بعض وبتهزقوا بعض وبتبادلوا بعض وخدتوا على كده اعملي من جوة كده عارفة الريستارت وقولي له كده قولي له انا بصيت لقيت لانتا كراجل ولازم تبدأ ايه بي عشان هو الراجل لانتا كراجل نقصك حاجة عشان تعيش سعيد ولا نسيت نقصني حاجة عشان اقدر اخليك سعيد على فكرة جمال المرأة بعد شوية بيروح ليه مش عشان حبهد لنفسها لا علشان هو هيتعود على شكلها البليل ان جميلات السينما المصرية والمشاهير تلوه قاله ان هم اتطلقوا بسبب خيانات عدة يعني الموضوع مش جمال بقى الموضوع اسلوب طريقة تكنيك تكنيك ليه احنا رايحين للحرب والله العظيم دي افزع من الحرب عايزة الست طول وقتها على وعي عندها ادراك كامل ان الراجل ده مش زي الست في الطبع يعني الراجل ده مهما كان مخلص بس هو راجل غصبا عنه غصبا عنه لو شاف واحدة فيها حاجة وده من الصح وفي ناس كتير قوي ما عندهاش بس الاكترية بسبب الانترنت تبقى عندها عينه هتروح للست ويبص لكن الست لما بتحبه واحد لو هو ارد وشافت قدامها غزال لأ هي عايزة الارد عشان بتحبه دي طبيعة الست ودي طبيعة الراجل طيب معنا اتصال وقول لأ الو مساء الخير الو مساء الخير يا فند مساء انو حضرتك عاملين الحمد لله تمام اتفضلي معيك نعم سمعت كلامك حلو جميل وكل حسنا ربطني خليك اتفضلي نعم بيخليك ربطي عامل ايه لما عرف اني جوزي ما بيحب نيه عايش معا عاليا عشر سنين معا حضرتك عرفت انهم بيحبكيش من عشر سنين ولا الايام دي لا دميت من يوم ما اتجوزتو من يوم ما اتجوزتو ما بيحبكيش طب انت حضرتك ما حبيبتهش فيكي ليه والله حاولت ما هو طبعه غريب ما بيحبس يحكي معايا ما بيحبش يتكلم وده ما جلوش لي انا يعني ما كل الرجالة على فكرة بتروح مش طائقة تتكلم عشان يتونه النهار بتشتغل وبتتكلم في الشغل انت بقى جرجري لمواضيع لطيفة لحكايات كوميدية افتحي بلاش بقى نروح جايبين زقاب الجبل لا هنقلب بقى مسرحيات هنعمل اضاءة كويسة هنعمل شوية تفشار حلوين ههذر معاه وعلى فكرة احنا ستات مصر كلها بتهذر باليد وهي بتتخانق هطبطب عليه كده يعني هدعبه كأنه بيبي هو طبعا ما بيجيش ولا بحنية ولا باي حاجة ليه ما بيطموش اذا كان بيحبك ولا بيقراحك ولا عايزك ولا ماذي كيش طيب اه ممكن اسألك سؤال وتجوابيني بصراحة اه تفضل اه بيكلم ستات على الانترنت لا ما بيكلمش متأكدة اه ما عندوش علاقات تانية خارج الحياة ولا جاب الجواز ولا بعد الجواز طب ما ده عشان ما عندوش يعني ده عشان ما عندوش علاقات فما عندوش خبرة طب ما ده كويس قوي هو عشان يعني جاءت لصطمة من بعد مامتو متوفت طب ما تخرجي طب ما انتي عارف السبب اهو طب ما تخرجي من الموت ده انتي خزاري معاه خدي وخرجي خدي وخرجي من غير الولاد انت في بلد ايه انت في بلد ارياف صح ايو صح وديو اخرجو روحي عند حد هو بيحبه ودمه خفيف وعودو هزارو معايا هتخرجوه من المود وانت مروحة ومتمشيين كده الحد بيتكو هتلاقيه مختلف جربتي مرة تعملي انا عارفة ان انتو في البلاد النهاردة بقى فيه تحضر عارفة فيه لمبات لد كده ليا الحامرة والسفرة وكده منعمل الله لغدة اعيد كل حاجة مساعدتي شركة ليست يحبك وعيزك وكل حاجه امتى بقى الساعات اللي بيحبك فيها بتكون انت عاملة ايه خليكي بقى على الوتيرة دي انت قبmäßتي بقى لهوا علي نفسي الساعات اللي انتي بتحس أنه بيحبك واعايزك ومتقبل كل حاجه، الهيئة اللي حضرتك بتوبي فيها هي دي هيئة اللي هو عايزها على طول لما اهودي في كل حاجة. طب ما تهوديه ايه المشكلة عندك اغلى منه اهوديه. حتى لو عرف. حتى لو عرف ان هو بيعمل الحاجة دي غلص. وبهوديه اهوديه ماسك. هو عدميناده في شعر كان. اربعة. على فكرة دو بطيبين جدا. بس عايزين حد يسيسهم. سيسيه كأن عندك ولد في سن المراهقة. ويشوفي ايه الوقت اللي بيبقى معاك كويس قوي. هتعرف انت شو حضرتك قلت ياهو. لما بهوضه في كل حاجة. مرسي جدا لاتصالك واخليكي معنا هكمل لك. بص يا فانت. لما حضرتك بتهوديه. يعني هو شخصية ممكن يكون عصبي. بيحبش حد يعرضه. مش معنى كده ان انا بقى منعدمة الشخصية. لا. انا ممكن اهوضه في ساعتها. لو اجيبها له واحدة واحدة. يعني انت عايز تشتري حتة الارض دي. اشتريها. بس خلي بالك. احنا عندنا است كذا. وممكن بعد كذا. بس لو انت شايف ده الصح ماشي. بس الفلوس هتنفعنا عشان احنا مدفعناش كذا. ده يتجاب واحدة واحدة. ده سهل جدا. طبعا ما عندوش علاقات نسائية على الانترنت تحديدا. فانت جوزك معاك ان شاء الله. نرجع ونكمل ونقول ان الفرق ما بين التضحية. والتنازل شعرة. هنا بتنازل. وهنا بتنازل. ولكن هنا بتنازل علشان احقق وابني. وانا مبسوطة وسعيدة بالتنازل ده. وفي التنازل اللي هو انت مش هتضحي هتضحي. انت لازم تتنازلي عشان الدنيا تمشي. بتتنازلي وانت مقهورة. او بمعنى اضط مقهورة. ما عندكش حلتين. ده الفرق بين التنازل والتضحية. ولو جينا مع الولاد وقولنا. اضحي الولد او بنت بوقتي. اضحي له بعمري. اشتغل عليه لو بابا توفى او تنحى زي كتير من الابهات. اضحي ان انا مثلا افقله. اضحي ان انا اخده في حضني. اضحي ان انا بقى بموت وتعبانة واقوم اطبخله. اضحي ان انا بقى بموت واخد بنتي موديها الدرس. او مواخد بنتي موديها جلسة علاج او كشف دكتور. لكن عمري مضحي لولادي بكرمتي. عمري مضحي لولادي بكرمتي. انا اولادي عندي بنوتة ست سنين انت بقى في حضني كده. واللفز ست سنين يعني دي بداية لسه يعني انت لسه بتربيها. تتلفظ او تاخد علي في حركة ببعدها. انا ام يعني عارفين طريقة بوردة بتاع زمان. معانا امام مسكندرية مساء الخير. حلو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا فكرة. انا كلمت حدك قبل كده. انا النهاردة. انا النهاردة يعني بسي انا يعني مش عارفة اقولك ايه يعني بسم الله وان شاء الله ده حلقات الجميلة وكلام كله جميل. حبني خليتك موري. بس عارفة يا ريت الناس يعني الستات تسمع. بصي يعني انا واحدة من الناس باسمع. واقول انا هعمل كده بس تلاقيني تاني يوم ما عملتش كده اول. او مثلا لو حصل موقف تلاقيني. ما هو ده عيبه بقى بصي. انت بيجيلك الحماس. اللي هو ايه. لا انا هعمل كلامها صح. وبعد شوية يروح جاي هو قافل وش هو داخل عليكي صح. ايه. فتقولي لا انا هعمله. عارفة انت بقى. قمال انت دورك ايه. ما هو مش هيجيلك مفرفش على فكرة. ده واحد طالع عينه في مواصلات. او في عربية عطلة. او في حر. وطالع عينه في شغل. والناس النهاردة بتشتغل 12 ساعة عشان تكفي. عمره ما هيجيلك باله ريء ويقولك يلا ناخد الشجرة واللمون. وهو دلعبلك في شعرك في البلكونة. لا مستحيل. هو داخل طالع عينه. ارفان. زهقان. انت فين. لو دخل لقى البيجاما بتاعته. انت معي يا ايمان. ايه. لو دخل لقى البيجاما بتاعته على السرير. ورش عليها بيرفيون. او سبري. اي حاجة عندك بسيطة. بص يا حبيبتي. ورش. اسمعيني بس. اسمعيني الاخر. ورش رشك معتر في الجو. وبيتك نضيف ولديك نضاف. والولاد مش دايما يعني ابهاتهم كلهم بيحبوهم. بس الرجالة مالاش خلق العيال. ربع ساعة كده يلا حبيبي عودوا على الكمبيوتر يلا ذكروا يلا ناموا. وما تذكريش لولادك هو في البيت ابدا. وكوني مهندمة. وقابلي وانت مبتسمة حتى لو داخل بيبص لك بقرف. حاببتي انا اولا. هتلاقيه يعمل ايه يا ايمان. غصب عنه هيتكسس. حاببتي انا اولا ما عنديش ولاد. حلو. انا بص ما اعتبره هو ابنه وكل حاجة. كنت متجاوزة بقلي كانت ايه؟ بقلي اثناشر سنة خمستاشر سنة؟ اثناشر اثناشر سنة؟ هم العيب من مين يا ايمان؟ من عند ربنا من عند ربنا ونعمة بالله اتفضل اه بصي فانا والله بصي ما عنديش غيره يعني انا مش هقولك انا مضايعة وقت لولادي ولا ولا انا كل وقت لي كل انت عاف انا ما بروحش عند اخوتي بسببه مش عشان هو مناعني لا يعني اقول ايه؟ لا هو اولى ان انا اعود معاه هو يعني انت تهماني؟ اه طب هو تغير من امتى يا ايمان ولا هو كده من يومك جاوزتي؟ لا 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 على فكرة هو حنيم وطيم وكل حاجة حلوة فيه بس ايه؟ انا لما بسمعي الضواتي ببقى عايزة اقوم ايه اعمل اي حاجة حلوة اوه اوه اما هو بقى يجي وانبرق هو فيه يبقى انهو لما بيجي وانبرق يقولي كيش انا زعلان من كذا وما تسألهوش محتارة مش عارفة انت اللي مزعله ولا هو سمع حاجة من بره ولا حد مزعله عارفة يفضل يدوخك دوخك لما يخليك بتتقفلي انت مش عايز بتعملي اي حاجة بقى ايه حاجة بقى لا انت بتتقفلي عارفة انت بتعملي حاجة غلط اوي بتعملي ايه؟ انت بتتشغلي بالسبب اللي مزعله اللي هو بعد شوية والله هيقولهولك لان انا حس ان انتو لتنمه الكوش غير بعض وما بتفكريش انا ازاي افقه عشان يحكي فانا عارف وارتاح وهو يحس ان بيرمي عارفة كان فيه كلمة كده نور الشريف بيقولها الروقة انا برمي على عتابتك همومي لازم الراجل وهو داخل بيته داخل الجنة داخل يعني جنة ربنا على الارض انا انا اقصد الكلمة على فكرة انا داخل جوه الراحة انا داخل جوه اللي فاهماني انا داخل اللي مش هتبقى عندها كمية اسئله تخنقني وانا مش طيق اتكلم لكن لو خد شاور ولبس بجمت وقعد كل وعدل وكده ساعة وفتحتي حاجه كوميدي او هزرتي معاه او دعبتي او 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 والله العظيم هو هيبقى عايز بقى يحكي عارفة ليه عشان انت عملت النص اللي عليك النص التاني انه يفاطفن لكن انت لو اول ما دخل مالك مالك مفيش واحدة تسأل حد مالك والله العظيم هو هيقول عارفة لو هو داخل يقول وانت قلت مالك هيقولك مفيش ايوه ايوه بس عارفة بعد وقت بعد وقت بقى هو بيقول بس بعد ما يخلق ماخك بقى ايه وليه ما يخلق يعني هيكون في ايه يا ايمان هيعرف انك سرقتيه في البنك اكيد حاجه يا في الشغل كلمه حاجه عبيته ما تديش الامور اكبر من حجمها مشكله وهتخلص انا مش في المشكله انا ان انا افكه في المشكله عشان انت من الناس وانا واثقة من الكلمه دي انت بتمتدي ساعتك منه هو بس في الحياة ايوه انا مجيس بصي انا والدي مفواصي ووالدي مفواصيه ما عندك حد بله لا لا عندك اخوات انت قلت واكيد عندي الجرام وخاب لا 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 انت من الستات اللي بتربط ساعدتها بالرجل اللي بتحبه ودي سبت كويسة قوي بس في حضرتك اخواتي كل واحد مليس ولاده وبيته كل الدنيا كده يا حبيبت يا فيش حاجة اسمع اخوات اهو النارد اتحيس ان انا مليسة لده وكل هو ده كل حاجة وانت فاهم انتش انهو حتى هو رعيس لي لازم ياخدلي معايا انا نأتي المشاركة دي على فكرة اكتر حاجة بتخلي الراجل يتعلق بالست وخدي بالك التعلق اقوى من الحب والتعود اقوى من الحب مرسي جدا يا ايمان اهتمي انتي تفكيه تبستيه خلي الهم برا بس انا والاي فرحانة قوي قوي ده انا كلمتك وانا فرحانة قوي قوي ان انا حاسة ان انا قفتك وهتقومي تعملي حاجة دلوقتي يلا بنحليك يا حبيبتي مرسي ايمان مسكندريا نرجع تاني ونقول ما توصلش اللي قدامك او ما توصليش جوزك يجبرك على التنازل بمعنى لما النهاردة هو مثلا بيعلي صوته وده عادي مفيش اتنين بيعيشوا ملايكة انت لو عيش مع امك في يوم واحد هتجيبه شعور بعض كل يوم سدقيل بس ما خلهوش بقى يوصل لمرحلة ان انا بقى بتنازل طب ازاي لو انا جوزي زعق اسقط ليه او انا ما عنديش كرامة ده انا عندي انا عارفة والله انا عنديك لسان قد تكده يعني ممكن تقولله بدل الكلمة عشرة بس عارفة ايه اللي هيحصل لو هو مثلا قال لي ايه ممكن تسكوتي عشان انت حمارة ما بتفهميش هروح انا عيلله ليه ايه بقى في ستات رح رده تقول له حمارة والله محد حمار انا عارفة ايه عنديaring او اديك بالقلم هزقتي نفسك أكبرت الموضوع واهما ماحتاجه الثالثة عاودي يمدي ايدعليك عاويدي الخناءة تتماده عاويدي الخناءة تكبر اجي قبل ما يعد حدوده ستوب واعمل ستوب. واعمل ستوب. معنا فايقة مش شرقية ومساء الخير عليكي وعلى اهل الشرقية. مساء الخير يا فايقة. قالوا. فايقة. طيب تعود الاتصال بينا مرة تانية. قبل ما يبتدي يعدي حدوده بخطوة انا ستوب. كل واحدة حفزة جزء على فكرة. انتي بيبقى خطيبك وحفزها. احنا اسكية جدا. بس يا بنستخدمش زكاءنا. خالص. ابتدي يلاقيه هيتعصب. اعمل ستوب. حيمدي ايده. اعمل ستوب. حيتلفز عشان هو عصبي مثلا ولسانه طويل. او لما بينفعل ما بيعرفش هو بيقول ايه. اعمل ستوب. ومش اعمل ستوب بقى والضحكة من هنا لهنا. ولا عد قدامه. قال بابوزي. فيقول انتي قال بابوزك هو انت كمان مش عجبك برضو خنيقه. وقوم اععد في مكان تاني. ادي له ربع ساعة لو مجاش طب طب عليكي. او على اقل جر معاكي كلام. فريدي طب جر معاكي كلام. من غير ما يطبطب عليك او يعتذر. يا هانم اعمليني شاي. هتقوليني ليه هو هيعمل كده او اعملينه شاي. بس بدل ما انا معودا ان انا بعمل له كوب بيت الشاي. بقول له خد يا حبيبي رب نخليك. او بعمل له كوب بيت الشاي وبهزر معاك طريقة معينة. او بعمل له كوب بيت الشاي وبحطها وبابوسوا من خده. او بدلعوا. انا هعمل كوب بيت الشاي. لا انا بدحك ولا انا مبوزة. بس انا زعلانة عشان انا عندي كرامة. والله العظيمة يجي صالحي. اصلا هو هيروح فين وهيجي منين. في الاخر هو هجيلي. بس دي له وقته يحاسب نفسه من غير ما يقلب الترابيز عليك. من غير ما يقول اه بانا قلت لها ما هي عشان استفزتني ما هي برضو قالت. ما توقعيش نفسك وعلى فكرة انا بنصحك وانا سعب بقى في ده. يعني ممكن واحدة مثلا تستفزني فيبقى مثلا انا احتقرها ده شيء كويس جدا. بس انا سرطان برج السرطان. ما بعرفش اكتم وما عنديش خباسة قوي. فلازم ارد اقول لو انا احتقرتها كانت اتحرقت اكتر. كانت اتضايقت اكتر. انت لو هديتي وعدتي في سرك والله العظيم مش هزار من واحد لتلاتين. وخرجتي في قوضة تانية. وسكتتي يا ضميره هيقنبه. يا هيحس ان هو شكله وحش وان انت مقدبة وهو اللي بيتلفظ. يا اما هيحس ان ما في الاخر انا ماليش اللي هي وخلص بقى يعني هي مكفية استحملت. الرجالة ما بتقولش. بس هيعمل تصرف هيرديك كست. وحيعرف ان انت ما بتسكتيش. مساء الخير. باية مش شرقية معانا تفضلي. هنرجع انا تواصل مع حضرتك تاني. هيعرف ان انت عندي الكرما وبتزعلي. ولو بقى انا مثلا يعني في القاعدة كده بهزر وبدلع. ولا انا هاخد جنبه حتى لو صالحني. مش جنبه هنام في قوضة تانية. تيتا كانت تقول لنا لو انت وجوزك قتلين بعض ما تناميش في قوضة تانية. هنام جنبك. بس كايني يعني مش كايني انا زعلانة منك. هديك ظهر مع ان انا مش متعود اعمل معاك كده. ما هو لازم برضو يبقى في عقوب كده بسيط. احسسوا ان انا برضو بنا قدمة بحسوا احنا فعلا كده. ومش لازم اكتم عشان الدنيا تمشي طول الوقت. ما انت لو فضلت تغلط. وانا اكتم انا هتمرد وحضرتك مش هتنفعني برضو. انا هتدي له سنة كده كتف كده قانوني من غير ما اغلط. هو عادي ممكن يتنرفز يومي تديك بالقلم. ده بقى مش عارفة هنعمل له ايه. لا والله العظيم. الرجالة المصرية على قد كل عيوبها الفضيعة. بس لما بتبقى فيه ستة عيشة تحت سقف واحد. مش اللي طلقها. خالص. بيبقى عنده حنية رهيبة. لو انت عارفة تحتويه بمعنى الكلمة. مش هحتويه يعني عاود اسأله مالك. وفيك ايه وبتعمل ايه. وانت ايه اللي حصل. ولأ لازم تعمل كذا. لأ انت مش مديرت المدرسة هو عاد في الكلاس. حضرتك في الديسك الاولاني. خالص. احتويه دي يعني عارفة انغام لما بتقوله انا كنت رحتك. انا كنت رحتك دي كلمة والله العظيم يتعمل فيها حلقات. عارفة يعني ايه بنا ادم. طب انت رحته. طب انت السدر الحنين لما يبقى محتاج حنية. طب انت التبطبق لما اشتانه ياخده في طريق. يعني هونك يبقى غلطان فيك على فكرة. واشتانه واخده في حتة وهتوديه بداية وضيعت علاقته بيكي. لو انت بتحبيه بجدت وبيقوم ساعتها من الزوجة. يعني الام بتبقى شايفة ابنها مثلا. باعي البيت اللي هي عايشة فيه. تروح كده تختفه لو بياخد مخدرات وتوديه المصحة ويضيع اللي ضيعه بس يبقى كويس. اتعاملي معه بالمنطق ده. مش اول ملاقي بيكلم واحدة او بيعرف واحدة او بيقابل واحدة لا. قرمتش واكبرياة قرمتش كبرياة ده جوزي. ده جوزي اللي تصر رجع. مساء الخير. مساء النوء. تفضل. مساء النوء. انا كنت بتكلم في موضوع ان انت والله اتكلمت عن كل حاجة موجودة في المشاهد. شوفت بقى انا فاك ركز على مني تخيل. اتفضل مع حضرتك. الاتصال التقطع يا ريت حضرتك ترجع تكلمنا طالما انت بتتكلم كده انا فاك ركز على من. بتخش بقى تقول لي يا ستات وبيعملوا واحدة واحدة. احنا هنعمل حلقة للرجالة برض نعملوا ايه. عشان المركب لازم يبقى ليها ريسين. في ريس وفي مساعد ريس. خلينا احنا مساعد الرئيس. لازم تبقي امانه حنانه طبطبته. لازم تبقي ضميره لما يحود. وترديه ربا جميلا كده. مش ترديه انت بتغلط وبتعرف ساتات. لا لا لا. هو انا استقل منك كده. طب قولي انا مقصرة في ايه. والاسكى من انك تقولي كده انت تشوفي. الست اللي انجزب ليها دي كان فيها ايه. هتقوليني دي بتاعة شوارع وانترنته بتكلمه هو وعشرة. لا خالص. دي بتكلمه هو و300 معاه. بس هي قادرة تقنعه ان انت سيد الرجال. على فكرة كل المنحرفات كده. والرجالة عندنا اسكية جدا وفاهمين ده. كل واحد بتوصله للحالة ان هو يحس ان هو سيد الرجال. وهو عارف ان هي معاهو بتكلم غيره. وبتقفل معاه النت بتكلم غيره. وعندها سبعين اكاونت. بس هو عايز يعيش الحالة ومش هيخطوبها زي ما بيقول. انت اللي عندك مشكلة مش هو. مساء الخير شايماء البحيرة. تحياتي لعلي البحيرة. تفضلي يا شايماء. الحمد لله يا حبيبتي. تعالي صوتك من فضلك. تقول لحضرتك انا جوزي. انا جوزي اه. ونفي تساهم كدير او مع بعض الاول. ممكن تعالي صوتك من فضلك يا شايماء اني مستمعكي. اقول لحضرتك انا كنت الاول معجوزي. كانت اي مشكلة تعدي علينا كده كان بيصالحي وبيجي يتكلم معايا. دلوقت بقى بقيته تساهل. ولما النسل يحصل مشكلة من كتر ما بتسهل معاه الموضوع بقى بالنسبة له عادي هو لما كان بيجي يستغلح الكتر بتتصلحي على طول ولا بتخصميه شوية لا لا والله بتتصلحي على طول ما وده مسصح على فكر لا تتمادي صح ولا تتصلحي على طول صح يعني لازم تحسسيه ان انا بنا قدمة والدايقت ومدايقت دي لا هتيجي ان انا اجتمك ولا هينك ولا معملكش اكل الراجل ما بيحبش الست الاسية على فكرة ولا اسيب لك البيت يدرى بيقلب واروح اهدى عند ماما طول النهار واجي لك بالليل عشان تحس انا بس حزعل بس قبل ما تعملي كده لازم الاول تبقي بانيا ان انت زعلك ليه ايما لكن لو كده كده انت منكده عليه ومطلع عينه وما فيكيش الحاجات اللي بتجذبه هيقولك يا رب تزعله تروع عند مامتها ومامتها تعيا وما تجيش ولما مامتها تخف باباها يعيا وما تجيش ولما باباها يخف خلتها تعيا هو مش عايزك تيجي لكن لو انت رحته ومصدر ساعدتك والله لو لف الدنيا يرجع لك اللي هي المشكلة معايا ان هو عصب جامع فهو ممكن مثلا هو بيزعق وكده ممكن ندخل حاجة يغبط حاجة فانا ما بارداش ان انا انت دي ما بتجيش قبل ما يتعصب جامد كده تعملي ستوب وتوقفي الخناقة وتكمل يعني تكمل الكلام بعدين لا هو انا ما يعني في وقتها ما بعرفش هتكلم اللي هو مش عارش لا ما انت مش مطلق تتكلم وحد ما تعصب قدامك عشان ممكن تقولي كلمة تفتكر ان انت بتهديت لقي الدنيا بازت اكتر صح؟ اه اه اي كلمة انا بقولها سواء هديته او ما هديه هو بالنسبة هتلاقين صار اه اكتردي اصلا معايا لا اسكوتي خالص اسكوتي لا انا باسكت خالص اه وبعدين باخد جامب بقى شوية انا ممكن مثلا بعدها بشوية يكلمني في التليفون اه كان الاول بقى الكلام ده مثلا بالليل اخر اللي ليجي يكلمني معالش انا كنت متعصب دلوقتي خلينا بقى دلوقتي الاول ده كل البداية بتبقى جميلة وحلوة وهما الوطوف واحنا رؤاء والدنيا كلها بشامل دلوقتي ديوجودك بيكلم ستاتة على الانترنت بيعمل شهاد مع احد عارفة اول ما عارفة طالما قلت مش عارفة يبقى انت شكة هو كان فيه كان فيه الاول انا يعني انا شفته كذا يعيب دي شبلانتي طب عايزة نصحتي ما تمسكيش تليفونه وما تدوريش بدل ما تضيعي وقت انت عايزة تفهمي السبب اقولك على حاجة انت مش متصلة بي عشان تفهمي السبب انت عارفة السبب صح؟ والله مش كده انا ما علينا من حكايات انواء كان بيكلم نا هو مش ما علينا وكده انت كمان ده طلع كمان كان بيكلم انا انا عايزة ان دلوقتي بقى اتكلم ما يكلم سهل حاجة انت عارفة السبب هو بيكلم ستات تانين عارفة ليه؟ من غير ما انا عارفه ولا عارفه معارفة ليه؟ عشان هما منحلين بيعرفوا يتمرقعوا انا اصفة جدا ان انا بقول اللفظ بس هو كده بتعرف تدلع بتعرف اول ما تكلمه تقوله حاشتيني قوي ده النهار يعني الشمس ما اطلعتش لما انت اتصلت ده انا كنت لسه هكلمك وهي مش فاكرية اساسا ده انا كنت لسه بشوف مرسية حبيبتي هكمل معاكي اسمعيني بقى من التلفزيون ده انا كنت لسه بشوف احمد عزة فاولاد رزق قلت سبحان الله طيبك الاصل وهو اصلا من يعني جاي بنجاح الموجه في اخر ايامه بتعرف تكن ودنه بتعرف تخليه يعمل نفسه وانا واسك ان ده بيحصل متخانق معاكي عشان ياخد جمب او يقعد في البلاكونة او يقعد في قدل وحده او ينزل على القهوة يكلمها لانها بتديره اللي هو محتاجه اندحي اكتر انزلي حتى لو هتعملي جمعية اشتري لبسة حلوة قوي بتاع بيت يعني لبسة ستات اتدلعي اكتر هزري اكتر متعمليش مشاكل حتى لو غلط فيك ومعانا سالم ونقوله مساء الخير السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله هستأذن حضرتك بس توضي التلفزيون وتسمعني من التلفون ما انا من الاليوبية الاليوبية احسن نا ستفضل يا فندم مع حضرتك اه الوقت انا كنت مبسط مرات تلات مرات والا موعد اه 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 الفين وخمسة والفين وثمانية والفين وطمانتاشر. طب يا موسيقى. مش عال بحظ ديه كده منها. ده مش حظ ده سوق اختيار على فكرة. نعم. طب حدرتك بتطلقهم لنفس السبب ولا اسباب مختلفة? لا انا احنا احنا شبنا مفتاحة انا حجرين. وانا اشغال الشفرين احنا 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 اشغال نظافة. بس هما بيهما بتفتوره عليهم. والشبكة بتقطع انا مش سمع حضرتك ومش فاهم نص الكلام. حضرتك طلقتهم. اه. مثلا عشان بتضربهم نفس السبب ولا كل واحدة طلقت لسبب تاني? لا كل واحدة طلقت عشان ما واحدة عايزين شاء بره شاء بره. وكل ما بخش البيت اللي هابوك همك هابوك همك. اه. فحضرتك ممكن تكون مستفز برضو. نعم. ما حضرتك ممكن تكون بتهنهم او مستفز. او يعني الله العظيم. اه ده كله. اه ما بس ايه بس ايه بس ايه بس ايه واحدة جوزت بعد ايه دينت اللي انا ستة ومش عارف ايه. وعليك ايه وخلاص. مستفز معي ورد وينت يعني. طب ممكن اسأل حليك سؤال? نعم. هو انت حضرتك عيوبك ايه? انا عنديش عيب ولا حاجة والله. اه. عارف عيب حضرتك ايه انت مش شايف في نفسك عيوب. حضرتك لما جوزت المرة الاولى هاردى على حضرتك مرسيه او يا فندوق. لما حاجة جوزت المرة الاولى لو كنت عرفت. اه. اسباب الفشل كنت هتنجح في التانية. و لو كنت اعترفت باسباب الفشل في التانية كنت هتنجح في التالتة. و لو كنت عرفت اسباب الفشل في التالتة في الرابعة. فيش حد فينا منوش عيوب. الشاطر. ايه ربنا رضان على یعني? نعم؟ ربنا رضان علي انا شفnośćة. انا مش فاهمة كلام من حضرتك ل각ه سالك الشابط Shrimp. ليفنش. ربنا رضان ده ساعات ده بيبقى ابتلاقة عشان ربنا بيحبك ملقاش علاقة بص يا فاندم حضريكك لازم تعرف كل واحدة تطلقت ليه وتعترف ان انت بنا ادم فيك عيوب وده الطبيعي اه عارف اللي مش طبيعي ايه يعني انا مثلا عارف عيوبي بحاول اتجنبها مع الشخص اللي بحبه لاني عايز احتفظ بيه بتنزل في حاجات انا خيالي ما كانش يجبنا تنزل فيها لانه بس مختلف وانا بحبه لكن حضرتك لو حبيت اي واحدة 103 كنت اوتوماتيك هتوقف نفسك عند حدودها عشان ما تخسرهاش بس الواضح ان حضرتك من الناس اللي بتحب تتجوز عشان الاستقرار صح؟ باية حضرتك لو حبيت واحدة فيهم مرسي يا فاندم لو حضرتك حبيت اي واحدة فيهم او اي واحدة فيهم عشان ما بقى الظلم انا ما عرفش التفاصيل التفاصيل انا بتكلم عموما حبتك بجد كانت عرفت تحببك فيها وكنت هتقول لنفسك تلمي انا فيي عيوب واحد اتنين تلاتة هقسرها لكن حضرتك بتستسل انا فيش عيوب خالص لا يا فاندم فيك عارف اكبر عيب في حضرتك انا شايفها ايه ان حضرتك شايف نفسك ملائك وده اسقاط الناس دايما بتعمله عشان تريح دماغ غلق ده هم اللي وحشين لا ده هي اللي بتشتمني طب ما هي ممكن بتشتم حضرتك رد لشتمتك او حريك بتستفزها او حريك بتضربها لكن احنا لا احنا بتدور على رد الفعل طب مش تشوف انت عملت ايه الاول مرسي او يا استاذ سالم وان معانا برضو سالم ومعانا استاذة سلمة مساء الخير يا فاندم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضل انا معجبة بحضرتك اوي يا استاذة ولا بسي ربنا يخليك عشان انا عاستولة صح او ماش ربنا يخليك يا ربو هزر ربنا يصرح فيك البركة يا ربنا ربنا يخليك يا حبيبتي اموريني تفضل بقولك انا دلوقتي متجوزة بقلي سنة حل ويعني هو كويس معي جدا اخلاقه كويسة يعني ابن ناس بس عرفت ان هو رجع يكلم خططه الاولانية رجالة مصر احبه اقولك 80% بيعملو كده ما عرفش لين لا هو يعني اه يعني عرفت وعملت مشكلة وصرت وتأسف لي وقال لي حقك علي ومش هعمل كده تاني بديكي نصيحة بتعملش كده تاني عشان هما المرة الاولى بيتأسفوا بيبقوا مغدودين وانتوا لسه عرايس بيبقى مغدود بعد شوية يتجرق عليكي ويقولك هو كده يتعيشي يتفضلي تخلفتي ولا لسه لا لسه حاولي تخلفت بسرعة عشان يحس بمسئولية اكتر مرسي يا سلمة وهرد عليك بس يا سلمة انا دايما نقول اللي تعرف جزها انها عرفت ان هو بيعرف واحدة او بيكلمها مش هيبقى قداما غير طريقين يا وغد قرار اني حصول لقرمتي وحمشي ومش ارجع لانك لو مشيتي ورجعتي الا بقى لو عدتي سنتين وهو كان عنده سنة ضمير في حالات كده معينة مشيتي ورجعتي عارف خلاص مرباتك دي تمشي وترجع بيبقى عندك الحل الاولاني خلاص انا هعرفك وهقولك ان انت ليه عشان ما تروحش تقول الناس من غير سبب وان انت مش مناسب لي مش انا اللي مش مناسبة انا كتير عليك لانك خاين وتمشي وما ترجعيش ودي اللي عندها ولاد مرسي يا حبيبتي سمعيني كده خلق اسمعيني بقى من التلفزيون اللي عندها ولاد الحل ده ماينفعناش خالص الحل ده ينفعنا في الخطوبة ولو مافيش ولاد الحل التانية مش هتقوليله خالص انك عرفتي وحتشوف التانية دي فيها مميزات ايه وتشغلي ذكائك وتتفرجي بقى على كل البرامج اللي بتتكلم في الحتة دي ازاي بقى ست اجذب اي راجل او بالذات الراجل اللي معي انت عشتي معه سنة واكيد كان فترة خطوبة بقى عشرة لو بيحب تدلع وانا قللت اتدلع بزيادة بس مش دلع رخم اخليني ذكاية اخليني ذكية ومش مرة واحدة من عبدالسلام لهيفاء واهبي بالتدريج كده تصدق انا قاعدة النهاردة كده لقيت واحدة بتدلع جوزها قلت ايدا هو انا ليه ما بقيتش ادلعك زي الاول فعامة عشان تبرريرو بقى انك بدأت تدلعي مش عشان انا عرفت او مسكت فيك لا فعاماني تصدق النهاردة انا قلت احنا ليه ما بنخرجش زي الاول ده انا حجزتلك مكان ده انا شفت مكان تحفة هنمشي عن نيل اي حاجة رجعي باي شكل عشان انتي سيت مش نقصك حاجة ممكن تبقى احلى منها بس يصدقيني الرجالة البعيد دايما بيبقى ليه جاذبية كده حتى لو اسوأ مش احسن مرسي يا حبيبتي وربنا يوفقك يا رب يا رب الحلقة تكون عجبتكم انا ما قلتش نص اللي انا عايز اقوله فهنكمل الاسبوع الجاي وحيكون معنا موضوع مهم جدا 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 مع الدكتور احمد علام موضوع بيتهيأ لي بقى قافة في كل بيت خليها مفجأة وطول ما هو جاي بكرة الله يعود علينا ودمتم في امان الله اشتركوا في القناة